الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 18 ديسمبر لدينا كثير من التطورات الهمة لهذا اليوم أتمنى أن حضرتكم متابعة الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة وسنبدأ مباشرة من الميدان تحديدا من جبهة مدينة دانياتسك حيث استطاعت القوات الروسية في جزء الشمالي الغربي من المدينة باتجاه فوديان التقدم في عددا من النقاط سأبدأ بذكرها تباعا لذلك رجاء أكمل الفيديو حتى النهاية مباشرة من فوديان استطاعت القوات الروسية التقدم في هذه المنطقة تواصل القوات الروسية عملية العسكرية في هذا الاتجاه وتقدمت بعمق 325 متر تحاول القوات الروسية مجددا التقدم في هذه المنطقة بالتزامن والضغط على الجهة الشمالية من بيرفومايسكي بالتزامن مع الضغط من القوات الروسية باتجاه الكوات الأوكرانية الموجودة ضمن هذه البقعة الصفراء أيضا تواصل القوات الروسية عملية العسكرية عضل طولي هذا الخط للضغط على بيرفومايسكي من عدد الاتجاهات إذن تحاول القوات الروسية تفتح جبهات جديدة وإضافية بشكل قوي أكثر فأكثر لتشديد القوة الأوكرانية كما نحظتم في الفترة السابقة القوات الأوكرانية ليس لديها القدرة الكافية على حماية كافة الجبهات ترسل تشكيلات عسكرية من محور إلى آخر لحماية هذه المحاور فيعمل الروس إلى الضغط باتجاه كامل هذه المحاور وإحراز تقدم أما في اتجاه أوبيتني في شمال مدينة دانياتس استطاعت القوات الروسية التقدم بهذا الاتجاه 794 متر وبهذا الاتجاه 935 متر وتحاول وكان الأمر مفاجئا كان الروسية تفادون طوال الوقت التقدم باتجاه هذه المنطقة المحصنة التي تشمل منطقة الدومينو التي بقيت حتى النهاية في مدينة باخموت طبعا هذه المنطقة أبنية شاهقة مرتفعة محصنة بشكل جيد ومحيطها مكشوف وبالتالي التقدم في هذه المنطقة يعتبر من الأصعب ولكن العملية الروسية حاليا محصورة في هذا النطاق لا ندري إن كانت ستقترب أكثر في أكثر القوات الروسية من هذه المنطقة أم ستعمد إلى الضغط بهذه الاتجاهات ومحاولة السيطرة على كامل هذه المنطقة كما قلت لكم منذ فترة أحبائي القوات الروسية لا تحاول التقدم في نقاط وأن يكون محيطها مكشوفا بمعنى لا تستطيع أن تتقدم أن تسيطر على هذه المنطقة وتتقدم تحاول دوما السيطرة على الشكل كامل على هذه المنطقة والتقدم بشكل آمن أكثر فأكثر إذن قد تطفع القوات الروسية بهجماتها هذه القوات الأوكرانية ليرسال تعزيزات أكثر إلى هذه المنطقة على حساب جباهات أخرى واتجاهات أخرى في أفدايفكا أو محاور أخرى كزابوروجي باخموت لا ندري من أين كان يتم سحب هذه التعزيزات أما في اتجاه الجزء الجنوبي من أفدايفكا تتواصل عميات العسكرية بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية ضغط كبير من قبل القوات الروسية باتجاه المناطق نفسها ولكن يبدو أن القوات الأوكرانية استطاعت الصمود رأينا كيف أنك كان كل يوم هناك تقدم روسي باتجاه الجزء الجنوبي من أفدايفكا ولو كان بالأمطار ولكنه كان بشكل مستمر ومنذ بداية عملية العسكرية نلاحظ هذا النهج في الأسلوب الروسي عمليات قدم منطقة طيلة أخرى ولو بالأمطار ولاحقا تتجمع هذه المناطق لكي يحصل ذلك كما تشاهدون أي في المنطقة هذه منذ بداية عملية العسكرية استطاعت القوات الروسية السيطرة على كامل هذه المنطقة عبر السيطرة عليها أمطارا تلو الأخرى أما في الجزء الشمالي من أفدايفكا تتواصل المعارك باتجاه المنطقة الصناعية ضغط كبير من قبل القوات الروسية تمارسه باتجاه هذه المنطقة إضافة لذلك معارك عنيفة في اتجاه ستيبوفي أما الأمر اللافت أحباه فهو كان باتجاه مدينة بخمط في قطاع بخمط في جزء الجنوبي من قطاع بخمط استطاعت القوات الروسية السيطرة على هذه المنطقة في كورديوميفكا شنت عمليات ووصلت إلى هذا المنزل هنا تحسنت عند المنطقة هنا القوات الروسية اتخذته مقرا لها ستحاول القوات الروسية إعادة السيطرة على كامل هذا المعبد بشكل فعلي الوصول إليه بشكل جسدي وليس فقط بالنيران طبعا أحبائي كنت لكم سابقا لهدف الروسي هو دفع القوات الأوكرانية إلى التراجع خلف خط الأزرق بمعنى دفع القوات الأوكرانية للخروج من كليشيفكا إلى غربي هذا الخط الأزرق غربي القناة المائية إضافة لذلك أحبائي تحاول أيضا القوات الروسية الأمر في نفس الاتجاه في شمالي بخمط أما في اتجاه كليشيفكا فقد منذ الأمس قلت لكم أن هناك معرومات حول انسحاب القوات الأوكرانية من أطراف بلدة كليشيفكا باتجاه وسط البلدة المعرومات تصبح شبه مؤكدة حتى لحظة ولكنها ليست أكيدا ننتظر مزيدا من التفاصيل المعارك مستمرة مع القوات الروسية عند المرتفع وفي الأطراف الشمالية الكليشيفكا طبعا في الجهة الشمالية من مدينة بخمط استطاع الجيش الروسي التقدم في هذه المنطقة في محيط مدمار الصباك التقدم كما تشاهدون يوسع الجيش الروسي سيطرته في هذه المنطقة ويحاول الاقتراب أكثر فأكثر من هذه القرانات المائية كما قلت لكم عبر عدة اتجاهات بودانيفكا السكة الحديدية وانطلاقها من هذه المنطقة إضافة لذلك تستمر المعارك الشرسة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في اتجاه إيفانيفيسكي وجنوبي محيط مدينة بخمط مباشرة في هذا القطاع تستمر الاشتباكات بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية تسعى القوات الروسية لتعزيز سيطرتها توسيع سيطرتها والضغط على الاوكران من كافة الاتجاهات إذن تلاحظون أحبائي كيف هناك ضغط روسي كبير في أفدييفكا في محيط مدينة بخمط وقطاع بخمط جنوبا وشمالا حتى باتجاه سيفيرسك كيف تضغط القوات الروسية بشكل كامل أيضا ضغط روسي باتجاه كريميناية وكوبيانسك طبعا هذا المحور محور زفاتوفو هادئ في الفترة السابقة كان الأكثر شهرة ولكنه هادئ طبعا محور كوبيانسك مشتعل ضغط روسي متواصل باتجاه سينكيفكا للسيطرة على سينكيفكا تحاول القوات الروسية والقوات الأوكرانية كلاهما استنزاف الآخر في هذا المحور إضافة لذلك تستمر العامية العسكرية باتجاه إيفانيفكا وهذه المنطقة تشاهدون كيف أن القوات الروسية باللون الأحمر تحاول الاقتراب من هذا الطريق الرئيسي الذي يربط سلاتوفو بكوبيانسك مدينة كوبيانسك تقع هنا تحاول القوات الروسية السيطرة على هذا الأسراد الرئيسي الذي يربط إلى المنطقتين ببعض ما البعض وقطع أوصال المنطقة أحبائي الأمر لا يحصر بهذه المناطق المعارك مستمرة أيضا باتجاه محور زابوروجي القوات الروسية فعلت عملياتها بهذا الاتجاه منذ أسابيع وتضغط بشكل كبير حتى اللحظة استطاع الروس كما شاهدتم بالأمس وتشاهدون حاليا السيطرة على المناطق الجديدة باللون الأحمر الداكن وبالتالي تضغط القوات الروسية على كافة المحاور باتجاه مواقع القوات الأوكرانية في محاولة منها لاستغلال هذا الفراغ الذي حصل في التشكيلات وإحراز أي تقدم في هذه المنطقة طبعا معلومة إضافية حبائي في اتجاه كوبيونس استقدمت القوات الروسية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة طبعا بالمنطقة هنا تحديدا باتجاه فيتشانا استقدمت القوات الروسية تعزيزات أيضا هذا اللواء ال448 اللواء الصواريخ تم استقدامه إلى هذه المنطقة خصيصا لدعم العمليات العسكرية للكوات الروسية باتجاه دفاعات القوات الأوكرانية التي كنت لكم أنه تم نشرها في هذه المنطقة إضافة لذلك حبائي تتواصل عملية العسكرية الروسية باتجاه خيرسون القوات الروسية تنفس ضرباتها باتجاه خيرسون بشكل مستمر بشكل دائم تحاول الضغط على المجموعة الأوكرانية المتبقية في كرينكي تحاول إخراجها من المنطقة السكنية وتحاول السيطرة على منطقة الغابات هذا طبعا حتى اللحظة الأوكرانية يحافظون على وجود لهم وبالتالي يحاولون نقل استمرار نقل مزيد من التعزيزات إلى هذه المنطقة كي لا يخسروا موطئ القدم هذا طبعا ما هي الخطوة القادمة قد يعمل الأوكران إلى تفعيل بقية الخطوط الموجودة في اتجاه خيرسون أيضا قد يتم تفعيل موضوع عمليات الإنزال البحري انطلاقها من وتشاكيف باتجاه الكرم أو باتجاه هذه المناطق خصوصا مع تسلم القوات الأوكرانية لزوارك سريعة وقوالب غير مأهولة طبعا أحبها إذا كان كل شيء حتى الساعات الصباح أي جديد سوى فيكم بي مساء أتمنى من حضراتكم لا تنسوا الانضمام للقناة طبعا مشاركة الفيديو إضافة لذلك أريد أن أشكركم على ثقاتكم وحبتكم ودعمكم ووقتكم مستمين لمشاهدة الفيديو وإلى اللقاء بفيديو آخر